مكنسة شاومي اس تين بلاس إمكانيات وتقنيات زكاء اصطناعي مش عادية هنعرفها مع بعض النهاردة بس تعالوا نشوف ايه عيوبها وايه الحاجات اللي مهم تاخدي بالك منها أثناء استخدام المكنسة علشان تحافظ عليها ما تبصش وتفضل تشتغل بكامل قوتها السلام عليكم ورحمة الله أهلا بيكم معنا في قناة بيتي بيت الأول خلينا نعرف مع بعض ايه موصفات المكنسة المكنسة بمروحة شف قوة 4000 بسكال علبة الغبار بساعة 450 ملي متر المكنسة 4 سرعات المكنسة بتشتغل كنس ومسح مع إمكانية إزالة البؤى لأن المكنسة بتعمل بطريقة الضغط اللي بيحاكي الضغط اليدوي وبالتالي بتنظف أكتر أربع مرات مع امتصاص قوة للمياه بفضل الممسحة المصنوعة من 80% بوليستر 20% ألياف معدلة خزان المياه بساعة 200 ملي متر بتحكم إلكتروني زكي يعني بيوزع المياه بطريقة تلقائية ثابتة متساوية من غير أي تسريب نهائي لمدة تصل لـ 80 دقيقة أي مياه عادل تنظيف مساحة 150 ملي المكنسة ممكن تشغليها على وضع موب اللي هو وضع المسح وفي الحالة دي المكنسة بتتعرف على حروف السجادة بحيث أنها أثناء استخدام المياه في وضع الموب تبعد عن السجاد والمفروشات علشان ما تجيبش عليهم أي مياه أثناء المسح وكمان ممكن تظبط المكنسة أنها تنظف مكان مرتين زي المطبخ مثلاً هتعيد عليه مرة تانية علشان تضمني أفضل نظافة وأفضل نتيجة من مميزات المكنسة أنها فيها تلاتة سنسور السنسور الأول سنسور ليزر أو LDS وده السنسور اللي بيساعد المكنسة تعمل عملية حفظ للأساس وترسم خريطة في زاكرة المكنسة علشان المكنسة متتخبطش في أي أساس أثناء عملية التشغيل والكنس السنسور التاني وهو سنسور سلاسي الأبعاد وده هتلاقيه في جوانب المكنسة للمساعدة على استشعار أدق لمحيط المكنسة فلو السنسور الأول اللي هو السنسور الليزر ما لقاتش إشارة لأي جسم حوالين المكنسة فالسنسور سلاسي الأبعاد بيتدارك وبيلقط إشارة إن فيه جسم قدام المكنسة أو في جوانب المكنسة وبكده يقلل استضام المكنسة بأي عوائق إنه هو يتخبط مثلاً أو يتعرض للتلف وبيحافظ على المكنسة نفسها السنسور التالت وهو سنسور ألترا سونيك وده وظيفته يتعرف على نوعية الأرض اللي المكنسة بتنظفها سواء سجاد أو بلاط وده عشان تحدد قوة وطريقة عمل المكنسة بما يتناسب مع السطح اللي المكنسة بتشتغل عليه المكنسة في نظام المسح أو الموب بتشتغل بنظام الضغط المزدوج البطارية بتاعت المكنسة 5200 ميلي أمبير بتشتغل لمدة ساعتين متواصلين على وضع الستاندرد وتقدر تمسح لمدة ساعتين متواصلين أو منزل بمساحة 200 متر مربع الجسم الخارجي للمكنسة من البلاستيك عالي الجودة المكنسة ذاتية الشح يعني بتخلص كنس وترجع تشحل لوحدها بطريقة القائية المكنسة بتشتغل بـ 50-60 هيرتز يعني مناسبة للعمل في مصر والدول العربية وشحن المكنسة 6 ساعات من مميزتها إن هي فيها خاصية الكنسة والمسح زي ما قلنا والمكنسة فيها 2 تانج المكنسة فيها 2 تانج تانج للمية نظيفة وتانج للمية اللي مش نظيفة ومهم أثناء استخدام المكنسة ما تستخدميش أي منظفات أو معطرات للمية المستخدمة علشان ما يسببش أي أعطال أو أي تلف للمكنسة المكنسة يمكن تشغيلها ومتابعتها من البرنامج شاومي وممكن أثناء تسجيل الخريطة الخاصة بالبيت عندك تحددي أماكن معينة ممنوع دخول المكنسة فيها زي مثلا قط المكتب ممنوع الإزعاج فيها أو قضة حد مسن مثلا مش بيحب صوت أو حركة حواليه أو مثلا قضة طفل بينام فأنتي مش عايزة المكنسة تدخل أثناء الكنسة بتاع البيت كل دي حاجات بتقدري تحدديها أثناء تسجيل الخريطة المكنسة هتنجز معاكي فعلا في شغل البيت وهتفيدك جدا كأنك معاكي مساعد في البيت يعني ممكن تكوني بتطبخي مثلا والمكنسة بتكنس وتمسح في الشقة وممكن تزبطيها إن هي تنظف مثلا وانتي في الشغل في معاد معين كل يوم وعشان تحافظ عليها أطول وقت ممكن مهم التنظيف الفلاتر والخزنات باستمرار مهم عدم إضافة أي منظفات أو معطر المية المستخدمة في المسح طيب لو جينا تكلمنا عن عيوب المكنسة من عيوبها إن هي نفس عيوب الموجودة في أي مكنسة روبوت أين كان مركتها يعني مثلا ما ينفعش تبقى المكنسة الوحيدة عندك في البيت مهم يكون في مع المكنسة دي مكنسة تانية لأن المكنسة الروبوت بتشتغل بزاوية 360 درجة وفي بعض الزوايا والحواف جنب الحيطة مثلا المكنسة مش بتقدر توصل لها فهي مناسبة للتنظيف اليومي لكن مش مناسبة للتنظيف العميق الأسبوعي أو الشهري وخصوصا إن هي مش مناسبة مثلا لكنس الستاير لكنس المراتب بين المرتبة والسرير مثلا بين زوايا الأنتريه أو وراج الزامة مثلا فمهم يكون فيه مكنسة يدوية علشان الكنس العميق الأسبوعي أو الشهري النقطة التانية إن انت مثلا لو غيرتي مكان العفش عندك يعني مثلا غيرتي قضة النوم مكان قضة الأنتريه أو قضة الصالون أو مكان قضة الركنة فمن المهم تحديث الخريطة لو غيرتي مكان أي حاجة أو أي غرفة عشان ما يحصلش رخبطة للمكنسة أثناء التشغيل ومهم جدا تشيلي أي عوائق من قدام المكنسة والمكان اللي هتشتغل فيه زي مثلا الأسلاك كابل التليفون سلك شاحن علشان لو هي بتكنس وانت في الشغل مثلا وشبك في المكنسة آآ سلك فهي مش هتقدر تكمل شغلها فمهم قبل ما تطلعي على شغلك أو قبل ما تشغل المكنسة على وضع التنظيف مهم جدا إن انت تشيلي أي عوائق من قدامها وبكده أكون قدمتلك كل المعلومات اللي انت محتاجة تعرفيها يرب أكون قدرت أفيدك لو استفدتم معنا ادعمونا بلايك اشتراك كومنتو محفز والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة